رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس عقب اجتماع للجنة السياسية السياسة النقدية وقار البنك وفق بيان رسمي تحديد سعر الفائدة الإقراض لليلة واحدة عند أكثر من 19% وفائدة الإداع لليلة واحدة عند أكثر من 18% ووضح البنك المركزي أن تطوراته الأخيرة للتضخم أظهرت ارتفاعا واسع النطاق في بنود الأرقام القياسية الأسعار المستهلكين وما يتطلب مزيدا من التقييد النقضي ليس فقط لاحتواء الدغوط التضخمية من جانب الطلب ولكن أيضا لتجنب الأطار الثانوية التي قد تنتج عن صدمات العرض وفق تعبيره ينضم إلينا من القاهرة المحلل المالي والمصرفي هاني أبو الفتوح أهلا بك معي أستاذ هاني وخلينا نبدأ بشرح بسيط شرح بسيط كده وسهل للمشاهدين الغير متخصصين في الجانب الأقتصادي إيه الأسباب وراء قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الفائدة الحقيقة أن قرار البنك المركزي المصري اليوم برفع أسعار الفائدة كان منسجم مع كافة التوقعات التي كانت تتوقع أن يرفع الفائدة ما بين 200 إلى 300 نقطة أساس في ضوء عدة محددات وأهمها هو معدل التضخم معدل التضخم الأساسي وصل إلى أرقام تاريخية يعني 40.2% وده يعني رقم لم يصدق أن عصرناه في السنوات السابقة أيضا البنك المركزي يسعى إلى مكافحة ظاهرة الدولارة وهي التحول إلى الإدخار بالدولار الأمريكي والتخلي عن العملة المحلية وشاهدنا في الأيام الأخيرة صباق محموم نحو شراء الذهب في مصر مما جعل حائزي العملة المحلية يسارعون بشراء الذهب في محاولة للتحوط من مزيد من الانهيارات في قيمة سعر صرف الجنيه المصري وهي ظاهرة خطيرة للغاية لأنها تؤدي إلى نتائق كارثية إذا تحول حائزي العملة إلى التخلي عن العملة المحلية وتجميدها في أصول سواء كانت هذه الأصول هي المعادن النفيسة والذهب أو التوجه إلى الدخار بالدولار أو سلف عملات أجنبية فالبنك المركزي أيضا يسعى إلى احتواء التضخم وكما ذكر في بيان البنك المركزي اليوم أن البنك المركزي يسعى إلى مكافحة التضخم وتحقيق مستهدفات التي يضعها البنك المركزي للتضخم وهي 7% بنهاية الرابعة في العام 24 ده هيتحقق في وضة نظرك يعني بنكلم على 42 من 10 تضخم نسبة تضخم في فبراير الماضي هل ممكن نصل بالفعل العام القادم إلى 7%؟ بالنهاية الرابعة الرابعة هذا هو المستهدف والمستهدفات يتم مراجعتها بين وقت وآخر ولكن دعيني أقول أن حالة الضبابية التي تسود الأسواق المالية حول العالم بما في ذلك تدعيات انهيارات بعض البنوك في أمريكا وتأثيرها على بعض البنوك الكبرى في أوروبا تلقي بمفيدا من الضبابية الكفيفة على التنبؤات فهذه التنبؤات ليست مقدسة ولكن يمكن مراجعتها بين حين وآخر في ضوء المستجدات في الساحة الاقتصادية الداخلية والعالمية أستاذ هاني حضرتك شرحتنا بشكل بسيط أي الأسباب وراء قرار البنك المركزي رفع الفائدة لكن برضو عندي سؤال آخر أي تدعيات هذا القرار خلينا حتى قبل أن نتكلم على سوء الاقتصاد المصري أي تدعيات هذا القرار علي أنا كمواطن عادي البنك المركزي كما شرح في البيان الصادر اليوم يعني بيشرح التدعيات أنه عايز تجنب الأفارة الثانوية لصدمات العرض أنا كمواطن عادي أنا هو عاني من إيه هو عاني من ازدياد تكالي التضخم الأسعار وبالتالي نقص في القدرة الشرائية انخفاض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى مزيد من غلاء الأسعار الذي نشاهده بالذات في سلة الأطعمة والمشروبات يعني على مدار سنة ارتفعت هذه السلة بأكثر من 65% وهذا ما نشاهده وما يعاني منه المواطن العادي أيضا تدعيات هذا الأمر على المواطن العادي هو الخوف من ازدياد تكلفة الاقتراض على المقتردين وبالتالي هم مجتمع الأعمال وبالتالي ربما نعاني أو نشاهد بعض الضغوط على معدلات البطالة معدلات البطالة تتراوح تقريبا في حدود 7.2% وهي ثابتة في الربعين الماضيين ولكن إذا ازداد التضخم أكثر من هذا المعدل العالي بالفعل وهو مرشح أيضا أن يزداد الشهر القادم بسبب تأثيرات البنزين ارتفاع المحلوقات بسبب أيضا التأثيرات الموسمية لرمضان والأعياد كل هذه الأسباب تدعي وزيادة تكلفة الأموال بتضع ضغوط على أصحاب الأعمال لتقليص النفقات التشغيلية ومن ضمن النفقات التشغيلية وعلى رأسها تكاليف العمالة فأيضا هذا يمس المواطن العادي فهذه هي تأثيرات سلبية تؤثر على المواطن العادي في استمرار حدثنا القدرة الشرائية سيداني في استمرار حدثنا وتناولنا لحياة المواطن العادي في واقع التحديدات الاقتصادية اللي بتمر بها البلاد والقرارات المتعلقة بالحكومة وبالبنك المركز اليوم خلينا أسألك برضو في الإجابة الأولانية وقلت حضرتك أن احنا تابعنا بعد الظواهر في الفترة الماضية المتعلقة بشراء بعض المواطنين اللي بيعايزين يحافظوا على قيمة مداخراتهم مع انخفاض قيمة الجنية ما بالدولار إلى دولار أو إلى ذهب وقاديين أن هذه الظواهر بتمثل خطورة على الاقتصاد المصري بشكل ما لكن أنا كمواطن عادي عايز حافظ على قيمة المداخرات المحدودة اللي ممكن تكون بتمتلكها لأسرة بتاعتي في ظل تحديات الاقتصادية اللي بتمر بيها البلاد إيه الطريقة السليمة اللي ممكن حضرتك تنصحني بيها أن أنا حافظ بيها على قيمة مداخراتي ده بيعتمد طبعا بيختلف من شخص إلى آخر ولكن هتكلم بصفة عامة يعني اللي عنده فائد من الأموال أنصح دائما أنه هو يكون عنده محفظة استثمارية متجنسة ومتنوعة فيها جزء من شهادات الاستثمارة اللي هي بتمنح عائد ربما يتجاوز في الأيام القادمة نشحة شهادات تجاوز عائدها 25% جزء أيضا يمكن أن يحتفظ به كسبائج ذهبية بحيث لا تتجاوز من 10 إلى 15% من إجمال المحفظة الاستثمارية مع التنبيه أن تسييل السبائج الذهبية أو الذهب بصفة عامة يعني قد يواجه بعض الصعوبة لعدم وجود قدرة لدى محلات الذهب ومنصات الذهب على قبول شراء الذهب في أي وقت فهو الذهب للتحوط الواحد يشتريه لسنة أو لسنتين ويحقق منه نتائق طيبة أيضا من لديه فوائد كبرى من الأموال يمكن أن يتجه إلى العقار مع التنبيه أيضا من طباط السوق العقاري وتسييل العقارات في الوقت الحالي بس العقارات هي استثمار آمن ولكن أيضا لفترة تتجاوز من سنتين إلى ثلاث سنوات مع التركيز على نوعية العقار أنها يكون في برايم لوكيشن وأيضا التركيز على أن المطور العقاري أو الشركة التي تعامل معها لابد أن تكون شركة جيدة ذو سمعة وملاءة حتى تستطيع أن شكرا يستساني على هذه النصائح بشروط التعاقد بشكرك كنت معنا من قاهرة هاني أبو الفتوح المحلل المالي والمصري ترجمة نانسي قنقر